اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرجو أن تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله سنواصل في سلسلة دهان وزيوت النباتات وفي هذه الحلقة سنذكر أربعة أنواع من الدهون النباتية ومنافعها العلاجية وهم دهن السذاب والصفرجل والخروع واللوز وأبدأ الإختباس بحول الله أولا دهن السذاب ينفع من برد الكلا والمثانة والظهر والرحم واسترخاء العصب ووجع الجنبين ويسكن الوجع المزمن ويحلل الرياح وينفع النافذة إذا مرخ به البدن ويسقى منه نصف أوقية في الحمام فإنه يبرئ من الرعشة مجرب وينفع كذلك من جميع الأوجاع التي تكون في أسفل البدن ويفتح سدد الآذان إذا قطر فيها وينفع من أوجاعها الباردة وإذا احتقنا به نفع من ألواع المغص ومن القولنج أي القولون الذي يكون عن خلط لزج وعن رياح غليظة ثانيا دهن السفرجل يقول ديسكوريدوس له قوة قابضة ويصلح للقروح الجربة ونخالة الرأس والشقاق العارض من البرد والنملة والقروح في الفم وينفع القروح العتيقة والحكة فيها وينفع من حرقة البول إذا حقنا به الذكر ويحقن العرق ودهن السفرجل الجيد منه ما سطعت منه رائحة السفرجل وقيل أيضا دهن السفرجل قابض بارد نافع من نفث الدم والصداع الحار والزكام والزكام الحار وأورام الكبد والإسهال المزمن المتواطر المتولد من قبل الحر والزحير وإذا احتقنا به نفع من قرحة الأمعاء نفعا بينا وإذا عجنا بالحناء وحبل على البثر نفعه ثالثا دهن الخروع يقول جالينوس في السابعة أما دهن الخروع فهو أحد وألطف وأكثر تحليلا ويقول ديسكوريدوس دهن الخروع يصلح للجرب والقروح الرطبة التي تكون في الرأس والأورام الحارة التي تكون في المقعد وينفع لانضمام فم الرحم ولانقلابه وللآثار السمجة العارضة من الاندمال وينفع أيضا لوجع الآذان وإذا خالط بعض المراهم أو وافع له وإذا شرب أسهل البطن وأخرج الدود الذي في البطن ويقول الرازي دهن الخروع هو منق للعصب من اللزوجات التي ترتبك فيه وقيل أيضا له جلاء كثير ولطافة بينة رابعا دهن اللوز وينقسم إلى قسمين دهن اللوز المر والحلو المر منه يقول ديسكوريدوس يصلح لأوجاع الأرحام وإنقلابها وأورامها الحارة ووجعها الذي يعرض منه اختناق النساء والصداع وينفع أيضا من وجع الآذان ودويها وطنينها وينفع به وجع الكلا ومن به عسر البول وإذا خلط بالعسل وأصل السوسا وشمع بدهن الحناء أو دهن الورد نفع من به حصات أو ربو أو ورم في الطحال ويقلع الآثار التي تكون في الوجه من فضول البدن ويقلع الكلف ويبسط تشنج الوجه وينفع من تكدر البصر وكلاله وإذا خلط بخمر نفع القروح الرطبة التي تكون في الرأس والحرارة التي تكون في الوجه والنخال أما دهن اللوز الحلو هو معتدل البرد كثير الرطوبة ينفع من ورم الثدي ووجع المثانة إذا نالتهما حرارة وينفع من عسر البول والحصى والقولون وعضة الكلب الكلم وينفع من الصداع ووجع المعدة وخشونة الحلق وقصبة الرئى ومن السعال ويضر بالأعضاء والأحشاء الضعيفة يقول ابن رشيد هو أفضل بكثير من دهن السمسم وهو أفضل الأدهان في الترطيب لأصحاب التشنج وقيل أيضا إن لزوم فقار الظهر بدهن اللوز الحلو أمان من التقوس والإنحناء الشيخوخي والله أعلم انتهى الاقتباس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر